بحجة الحرب على الإرهاب في العراق تستمر عمليات التغيير الديمغرافي في البلاد بشكل منظم ومدروس على يد الميليشيات المدعومة حكومياً وبتخطيط رغبة ومباركة إيرانية تحت غطاء أمريكي تجري عمليات التغييب والقتل والتغييب في العراق بهدف التغيير الديمغرافي على يد زعماء الحرب من ميليشيات الحجد والأحزاب السياسية مخلفة بذلك مئات الآلاف من المشردين والقتل والمفقودين كان آخرها ما وصفته هيئة علماء المسلمين في العراق في بيان لها بأنه من أبشع جرائم الحرب وذلك بدفن نحو 230 جثة تعود لمغيبين من مدينة جرف الصخر التي لا يسمح لأهلها بالعودة إليها حتى الآن ووفقاً لتقارير محلية وبرلمانية فإنما لا يقل عن 20 مدينة ونحو 300 قرية عراقية تعرضت لعمليات تغيير كبيرة في بيئتها السكانية من قبل الجهات المسلحة تابعة لقوى سياسية في البلاد نجحت إلى حد كبير في إحداث عمليات تغيير ديمغرافية رافقتها جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان وتعد محافظات التأميم ونينوى وبابل وصلاح الدين وديالا والبصرة وبغداد وحزامها بشكل خاص أبرز المناطق العراقية التي نشطت فيها عمليات التغيير الديمغرافي التي تنوعت أساليب تنفيذها من مكان إلى آخر منظمة هيومون رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان اتهمت كردستان العراق بإجراء تغيير ديمغرافي في محافظة نينوى وبينت المنظمة أن أربيل تمنع نحو أربعة آلاف ومائتين من النازحين العرب من العودة إلى ديارهم في مناطق شرق الموصل إن ما شهده العراق خلال السنوات الماضية من التغييرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية أسهم بشكل كبير في خدمة الاحتلال الأمريكي وتنفيذ الأجندات الإيرانية وأذرعيها الممتدة داخل العراق ولعل أكثر ما أثر في المجتمع العراقي هو التغيير الديمغرافي القصري الذي غير من ملامح المدن والمحافظات وحول نسب سكانها من حال إلى حال